السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الأول ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصرمه نستعرض سويا قوانين التعلم عن برد قانون الأول أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسي لهذا اليوم هو البيئة الصفية وماذا يوجد داخل الفصل الدراسي ماذا يوجد يا أبنائي داخل الفصل الدراسي الهدف العام معرفته البيئة الصفية الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة محتويات الفصل أن يعرف الطالب والطالبة على محتويات الفصل أن يعرف الطالب والطالبة على طرق المحافظة على محتويات الفصل ماذا يوجد داخل الفصل يا أبنائي وبناتي في الصورة هنا لدينا فصل دراسي ولدينا طلاب ولدينا معلم الطلاب يجلسون على الكراسي لدينا في الفصل الكراسي وكذلك يكتبون على الطاولة ولدينا الصبورة وكذلك لدينا ماذا لدينا في الحقيبة المدرسية لدينا الكتاب والدفتر الكتاب والدفتر يكتب عليهم الطالب لا أكتب على الحائط ولا أكتب على الطاولة المدرسية وماذا بماذا أكتب بالقلم وبماذا ألون بالألوان هذه بعض محتويات فصلي الدراسي ما هي محتويات الفصل الدراسي هنا لدي الطاولات في الصورة الأولى طاولة ماذا نفعل بالطاولة أحسنتم أضع الكتاب وأكتب على الطاولة وكذلك اثنين لدي الكرسي أجلس على الكرسي جلسة صحيحة ثلاثة الأقلام الأقلام بماذا أفعل الأقلام أكتب بالأقلام لا أكتب على الحائط ولا أكتب على الطاولة أربعة السبورة السبورة التي يكتب عليها المعلم خمسة كتابي المدرسي الذي لا بد أن أحافظ عليه هذه بعض محتويات فصلي الطاولة الكرسي الأقلام السبورة وكذلك الكتب هذه بعض محتويات فصلي يا أبنائي بماذا تلاحظين؟ هنا لدينا فصلين هنا لدينا في الصورة فصلان الفصل الأول هل هو نظيف في الصورة الأولى؟ لا الفصل متسخ ماذا فعلوا الطلاب؟ أحسنتم رمي المهملات على الأرض لم يضعوها في سلة المهملات هنا الفصل متسخ لأنهم لم يضعوها في سلة المهملات والصورة الثانية الفصل أحسنتم الفصل نظيف الفصل نظيف لا بد أن أحافظ على نظافة فصلي الصورة الثانية الفصل نظيف لا بد أن أحافظ على نظافة فصلي ومكاني وأتعاون مع زملائي في نظافة الفصل هنا أحدد الصورة التي تدل على المحافظة على الصف في الصورة رقم واحد هنا البنت تكتب على الحائط هل التصرف صحيح؟ خاطئ هذا التصرف خاطئ لا بد ماذا أن أكتب على الكتاب أو الدفتر أو السبورة المدرسية هنا نضع النجمة عند رقم واحد لا أضعوها عند الرقم اثنين لأن ما هو التصرف؟ التصرف هنا في الصورة رقم اثنين صحيح ماذا تفعل الطالبة هنا؟ تكتب على السبورة في الصورة رقم أول رقم واحد تكتب على الحائط هنا التصرف خاطئ التصرف في الصورة رقم اثنين تصرف صحيح هنا المحافظة على الصف رمي المخلفات في مكانها الصحيح أين أضع المخلفات؟ أين أضعوها؟ يا أبنائي وبناتي الطلاب في سلة المهملات أحسنتم أضعوها في سلة المهملات لا أضعوها على الأرض هنا الفصل غير نظيف لا بد أن أنظف صفي ومكاني وأتعاون مع زملائي رمي المخلفات في مكانها الصحيح أين في سلة المهملات؟ وأحافظ على صفي بعدم الكتابة على الحائط عدم الكتابة على الحائط هنا التصرف خاطئ لا بد أن أكتب على ماذا؟ على الدفتر أو الكتاب أو السبورة المدرسية لا أكتب على الحائط في الصف وفي الساحات الخارجية للمدرسة هنا اللعب في المكان المخصص أين ألعب في المدرسة؟ في الملعب وكذلك في الساحات الخارجية للمدرسة لا ألعب في الصف لماذا؟ قد أحطم الطاولات والكراسي ويكون الفصل مباثر ماذا أفعل؟ ألعب في الأماكن الخارجية في المدرسة هنا نشاط رقم ثلاثة يا أبنائي أرسم دائرة أرسم دائرة حول محتويات الصف ثم سميها أرسم دائرة على محتويات الصف ثم أسميها في الصورة رقم واحد ماذا ترون هنا؟ هنا لدينا سبورة أحسنتم أضع دائرة على السبورة وأكتب وأكتب السبورة أكتب السبورة أكتب السبورة أمسك القلم مسكة صحيحة وأكتب السبورة السبورة من محتويات صف نشاط رقم اثنين ماذا ترون يا أبنائي؟ ترون السيارة السيارة هل هي من محتويات صفي؟ لا لا أضع عليها دائرة لأنها ليست من محتويات الصف الدراسي والصورة رقم ثلاثة ماذا ترون؟ نرى الطاولة والكرسي هل الطاولة والكرسي من محتويات صفي؟ أحسنتم يا أبنائي أضع عليها دائرة وأكتب أسفلها الطاولة والكرسي أكتب أسفلها الطاولة والكرسي من محتويات صفي الموجودة في نشاطنا هذا السبورة والطاولة والكرسي هل انتهيتم يا أبنائي؟ أحسنتم يا أبنائي نشاط رقم أربعة ضع علامة صح أسفل المستلزمات الدرسية هنا لدي ثلاث صور الصورة التي تدل على أنها من المستلزمات المدرسية أضع عليها علامة صح الصورة الأولى ماذا ترون هنا يا أبنائي؟ نرى الحقيبة هل الحقيبة من المستلزمات الفصل؟ صح أحسنتم أضع عليها صح ماذا يوجد داخل الحقيبة يا أبنائي؟ أحسنتم الكتب والدفاتر وكذلك الأقلام أحسنتم يا أبنائي في الصورة رقم اثنين هل من المستلزمات المدرسية الكرة؟ لا ليست من المستلزمات المدرسية التي أذهب بها إلى الصف طيب صورة رقم ثلاثة يا أبنائي ماذا ترون هنا؟ هنا كتب أحسنتم هنا كتب يا أبنائي هل الكتب من المستلزمات المدرسية؟ أحسنتم أضع عليها علامة صح أضع عليها علامة صح هنا لدي الحقيبة ولدي الكتب ولا بد أن أحافظ على كتبي وعلى حقيبتي يا أبنائي نشاط رقم خمسة ماذا أفعل في النشاط هنا؟ هنا لون محتويات الصف ثم أسميها هنا لدي ثلاث صور ألون محتويات الصف ثم أسميها ماذا لدينا في الصورة الأولى؟ لدينا الطاولة والكرسي لدينا الطاولة والكرسي يا أبنائي هنا لابد ماذا أن ألونها ألونها بالألوان المفضلة لدي الطاولة والكرسي وأكتب وأسفلها الطاولة والكرسي أكتب أسفلها الطاولة والكرسي وألونها بالألوان المفضلة لدي وأحافظ على الطاولة والكرسي يا أبنائي لا أكتب عليها مباشرة أكتب على دفتري وكتابي والصورة رقم اثنين ماذا ترون هنا يا أبنائي؟ هنا لدي موز الموز من ماذا؟ من الفواكه أحسنت هل هو من المستزمات المدرسية؟ لا هو من الفواكه لا ألونه وصورة رقم ثلاثة ماذا ترون هنا يا أبنائي؟ هنا السبورة المدرسية التي يكتب عليها المعلم وكذلك يكتب عليها الطالب هل ألونها؟ أحسنتم يا أبنائي ألونها ألونها وأكتب أسفلها السبورة أكتب أسفلها السبورة ممتاز يا أبنائي هل انتهيتم؟ أحسنتم هنا نشاط رقم ستة ماذا أفعل؟ ألون كذلك المستزمات المدرسية وأذكر كيف أحافظ عليها؟ هنا الصورة رقم واحد هنا لدي الحقيبة ألون حقيبتي باللون المفضل لدي وكيف أحافظ على حقيبتي؟ هل أضعها على الأرض؟ لا أضعها في المكان المخصص للحقيبة وأحافظ على مستزمات المدرسية ألون الحقيبة يا أبنائي ألون الحقيبة واثنان الأقلام هل هي من المستزمات المدرسية؟ أحسنتم يا أبنائي ألونها في الألوان المفضلة لدي في الصورة رقم ثلاثة ماذا ترون؟ هنا لدي صورة حيصان هل هو من المستزمات المدرسية؟ لا لا ألونه لأنه ليس من المستزمات المدرسية هو من الألعاب أحسنتم يا أبنائي هل انتهيتم؟ ممتاز قد وصلت إلى نهاية درسي يجب مراعاة التالية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والإخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجز هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب عند التدريب على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على معرفة محتويات الصف التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصص إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا يا أبنائي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصرميح إلى اللقاء